شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم تظاهرات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللفتات التي تطالب بوقف إطلاق النار وتدعو إلى وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مقر الكونغرس بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلقاء خطاب حول حالة الاتحاد وقالت وسائل إعلام أمريكية إن موكب بايدن سلك طريقا أطول من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس لتفادي الطرق التي تشهد التظاهرات